السلام عليكم كنت منكم تكونوا كلكم بخير و لا خير اليوم شاء الله غادي نوجد معاكم الرغيف مع السلين ديال العيد بطريقة مختصرة و بكمية قليلة و غادي يعطيكم طبق كي ما كتشوفو يعني هماوي و زوين و عاطي اللعين غادي نمشيو ان شاء الله المقادير و طريقة غادي نبدو ان شاء الله في المقادير المقادير اراقلال وهي سهلة ده غياكة توجد ما كتتعداش واحد ثلاثين دقيقة في كل شي في القليل دياله في العجينة في كل شي ما كنخلي واش ترتاح ده بتشوفو ان شاء الله وبالنسبة للمقادير ده الثلاثة ديال الكووس ديال الكاس العنبة يعني ثلتمائة قرام انا ما حطيتش لكم ثلتمائة قرام في العلوان علاش حاس بزاف لي ما كيردوش البال ثلتمية غاير ردو البال الميتين وخمسين يعني رابعة من الاحسن درت لكم العلوان هاكك باش يمكن لكم تدخلو وتشوفو حاجة بسيطة وساهلة ضغيكة توجد ما كنت تعدبوش فيها غادي نديرو شوية ديال الملحة وباش غادي نسموها يمكن لكم تنسموها بزهر اولى بالفاني اللي عجبكم بالنسبة لوليدات اغلبية كيبغيوا الباني ذاك الشي لاش ومعلقة كبيرة ديال الزبتة صافي ومليحة وغادي نبدو ان شاء الله نعجنوها بالماء الماء دخلت نياز قريبا واحد الكاس اللي هو هذا اللي كان عجنو به يعني اسهل من هادي ما كانش والاهم من هاتشي كله كتخرج كمية كبيرة يعني تبصيل ديال الاربعين تيجي سبرق الله هماوي وعاطي العين وزوين كان بقاو نضعو الماء بشوية بشوية وحنا كان نجمعو تقريبا كاس واحد كاس واحد ديال الماء ولكن دائما تنقول لكم الماء دائما تيبقى كيختالف الماء على حساب الطحين واش كيشربوا لله داك الشي علاش تتبقى دائما عينكم ميزانكم انا ما زربتش لكم الفيديو باش شوفوا اللي جينا راسالة كاس كاس فقط ديال الماء وباش ما نحتاجوش ريحوها ونخليوها ترساح من الاحسان البنات دليك دليكوها خمسة دقيق على الكمية قليلة يعني دغيان نحيدوها ونسربيوه وندوزو الحاجة اخرى صافي ضروري من ديالكوها تقريبا واحد خمسة دقيق علاش كان ديالكوها باش كاتولي ديك لاجينا ميزا باش ما نخليوش ترساحي لابغيتو تمد ديالكوش خليو ترساح وحد نص ساعة ترساعة ديال المكانة ولكن بالنسبة الانسان هاد الايام الاخرى تيكون الوقت قليل والشغل مضغوط من الاحسن نزربوه في الحاجة ونحيدوها علينا كان ديرو جوش كبيرات كان عيوما نوجدوه كان عيوما نديرو بزاف الحاجات ولكن مني كيكون العيد على الابواب كتولي مضغوطة وكتولي واشغاءنا ولا كل شي المهم غادي مباشرة غادي نطلقوها بننشاق ننشا قليل ماشي بزاف تقريبا ما كاملش كاس ديال النشا ما كاملش باش كتجي مورقة كان شدو شوية ديال نغبروها بننشا وكان نبدو بالمدلك كان دلكوها تكن من الاحسن دلكوها تكون اما مستطيلة ولا مربعة حسن من ضايرة كنبقاو على هاد الشكلتا كنا نصرحوها مزيان تا كتكون ارقيقة باش كتجينا الرغيف يجيونا ارقاق وزوينين وشاربيل العسل ومورقين واخفة في الماكلة ديالهم حتى مولا كانوا غلاط دراما رغيف ما والو ديال العيد العيد الرغيف ديال العيد يكونوا مأسلين صافي مني كنكمل في الاول كتشوية خصنا نبدو نزيرو نديرو بشوية علينا ولكن من بعد غاد سنضوروها مزيان البديالي شوية ستكون حساسة سننضوروها مزيان ونزيروها ومن بعد صافي كتن بدو نلفوها لنفسها كيما قتلاحظو يعني سهل ما كينما سهل منها والاهم كيما قلت لكم كتعطي كمية كبيرة صافي دبا غادي نديروها وفي الاخير كنديرو شوية الماء شوية الماء باش غادي نسدو باش كتجينة مسدودة صافي كنت بتوع مزيان صافي وغادي نديرو نقطعو من الاحسن نقطعوها قياس صغير باش كي يجيو رغايف صغار بحلقة تقريبا جوج ديال اصبوعين اللي بغينا نعبرو المهم على هاتشكل صافي كان بقى مستمرين سكن قطعو العجينة اللي عدنا وغادي نكملو العجينة الثانية بنفس الكيفية تبارك الله راكي مشتو هدا كوالطبق اللي خرجت لنا هاد العجين كنشدو المدلك دياله وكن نضغطو باش كي يخرج دا كل فلطاجو على هاتشكل وصافي وكن نعاودو نضربوها بالمدلك عانتو مكي ما كاتشوفو صافي وكن اللحو ساهلة وهدلوقيته كنكون وديرين المقلة ديالنا كاتسخن انا كنت طيبت باللول بحال هاتشكل يعني العملية را ساهلة ما كين مسهل منها وضغية كتسالي وما كتحتاجش وحد الوقت اللي هو طوي وكي جو ابنان من السمين بالزهر سافي كي سخون الزيت كن نقصو النار وكن حطوهم في الزيت من الاحسن ديرو شي حاجا غارقة أنا كنت كن طيب وحد يعني وحد طاو ووحد طنجرة غارقة ومني طيبت فيها حيث كان بقى بحالة كان دير جوج تلاتة ما كان ديرش كاملين قلت انا ندير المقلة ولكن من الاحسن ديرو فطنجرة طنجرة احسن ضغية كي طيبو وكررشو عليهم الزيت باش كيتنفحو صافي وكان بقى ومطيبو فيهم تكيتحمرو نقصو النار يكون زيت صحونة مزيان ولكن النار مقوصة باش كيتحمروتها من الداخل وما غايجيو محمرين وجيو زوينين ومن الداخل كيجيو ورقاق رقاق بزاف اكثر من الورقة دي البسطيلة غادي تشوفو ان شاء الله مني شفتو حقا في المقدمة مني قطعة هاليكم واو شي حاجا ليه يزوينة بزاف صافي كيتحمرو كنديرون في شي حاجة فاش كيتسقطره ومن بعد كنديرون في العسل تقدروا تديرون في العسل يترقدو اولا اللي ما تيبغيش العسل بزاف تقدروا تديرو عليهم شوية العسل هادو طيبناهم اللولين هانتو ما كنديرون في العسل يترقدو شوية صافي وغادي نحيدوهم وغادي نديرو لهم اما اللوز اولا كاوكا ويفيل اللي عندكم ولا عندكم زوجلان تاو وكذلك تديروه اللي عندكم ولا ما عندكم ولو خليوا ما هاك كاراتيج يزوينين وكنتمنى تشيعتكم البنات باللايك والبرتاج باش تعمل فائدة على الجميع وما تنسونيش من دعواتكم وكنتسنى تطبيقاتكم عبر الفيسبوك والانستغرام ولي بقي ما ما ابونيش عندي في انستغرام مش يتابونه مرحبه والف مرحبه وشكرا الله يجازيكم بخير على اي حاجة كديروها من الاجل ديالي للايك للمشاهدة لتعارق ديركم زوينة شكرا الله يجازيكم بخير السودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله السلام عليكم